أهلاً بكم في محورنا الثاني حديثنا فيه حول مخرجات اللجنة الملكية وأبرز التعديلات السياسية عليها وأيضاً سيكون لنا حديث سريع حول استقالة وزراء حكومة دكتور بشر الخصى ونتمهيداً لتعديل وزري أغلب الظن أنه سيكون يوم غداً الاثنين دكتور عليث نصراوين مقرر لجنة التعديلات الدستورية في اللجنة الملكية مسأل خير يا سيكي مسأل خير أهلاً بك في نوضي بلد سأسألك بالتفصيل عن بعض الملاحظات التي وردت دستورياً على مخرجات اللجنة قبل ذلك أرحب بالأستاذ حمدان الحاج الكاتب الصحفي أستاذ حمدان مسأل خير مسأل خير يا أخي محمد أستاذ حمدان التعديل الوزاري سيكون غداً على أغلب الظن نعم والسؤال ماذا سيحمل من جديد سيحمل الكثير من الجديد أولاً سيكون هناك حوالي 8 إلى 10 وزراء بين داخل وخارج ودولة الرئيس معني بتنفيذ والتعامل بجدية كاملة مع مخرجات اللجنة الملكية وهي هذه على رأس أجندة العمل الحكومة في القريب العاجل وأيضاً الحديث عن مخرجات وأولويات الحكومة التي قدمها دولة الرئيس لجلالة الملك وكان فيها حوالي 53 أولوية حيث الحديث عن الوضع الاقتصادي ومرحلة ما بعد التعافي من كورونا من صحة وتعليم واستثمار واقتصاد والآن اتضحت الأمور ويستطيع دولة الرئيس أن يبحر بعد التعديل هذا في الكثير من القضايا التي سيلمس المواطن نتائجها مباشرة الحاجة الأهم أيضاً أن هناك استحداث وزارة للاستثمار لتمكين الاستثمار المحلي والأجنبي لجذب المديد من الاستثمارات وتوحيد مرجعيات الاستثمار إزالة كل العقبات والمعيقات التي تواجه المستثمرين بشكل مباشر وتنشيط عملية التنمية والعمل على أن تكون هناك عملية متكاملة ومرجعيات واضحة للمستثمرين سواء من محليين أو عرب أو أجانب إضافي لها الحكومة بحلتها الجديدة التي سوف تظهر غداً سيكون هناك تحريك وتنشيط للفريق الاقتصادي والفريق الاقتصادي أيضاً سيطال التعديل بشكل مباشر تعديل أم مناقلات أستاذ حمدان؟ ستكون هناك مناقلات سيكون هناك استحداث لوزارات جديدة سيكون هناك عدد من الوزراء صحة عدل إعلام ثقافة نقل صناعة وتجارة عمل ومالية وقد يكون حتى أيضاً حتى المالية سوف يغادر لكن قد يأتي وزير التخطيط للمالية وهكذا لكن دولة الرئيس اليوم عندما يعني التقى في جلسة مجلس الوزراء طلب إلى الوزراء تقديم استقالاتهم كل الوزراء وليس من سيخرج ومن سيغادر دولة الرئيس تحدث بكلام دافئ وشكر جميع الوزراء سواء الذين سيخرجون أو الذين سيبقون في الحكومة ودولة الرئيس غداً إن شاء الله سيقوم بزيارة لدولة رئيس مجلس الأعيان الأستاذ بيطل الفائز ليضعه في صورة التعديل الوزاري ثم ينتقل إلى سعادة الأستاذ عبد المنعم العداد ليضعه أيضاً في صورة هذا التعديل الرئيس يعني مهتم جداً بأن تكون هناك تحركات عملية مقطط لها مرتبة تعمل على أن يلمس كما تعحد دولة الرئيس إلى جلالة الملك أن يلمس المواطن خلال الفترة القادمة التغيير والتحديث والتطوير من صحة وتعليم واستثمار واقتصاد وغيرها نعم أشكرك كل شكر وصح مداني الحاج الكاتب الصحفي كنت معنا عبر الهاتف علقته على قضية التعديل ونرقب غداً ما سيكون من هذا التعديل وكيف سينعكس على لو في قراءة أولية على أداء الحكومة دكتور ليث مرة أخرى أهلاً بك أهلاً وسهلاً بك وأنا يعني بدي أبلش معك بالسؤال الصريح الواقعي خالفتم الدستورة فيما أقررتم في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية هكذا يقول البعض جوابك مساء الخير لإلك ومساء الخير للمشاهد الكرام نعم نحن أنهينا تقرير اللجنة التعديلات الدستورية وتشرفنا برفعه إلى مقام جلالة الملك بدأت اللجنة الملكية وتحديداً اللجنة التعديلات الدستورية بهجوم واليوم أيضاً نتعرض إلى هجوم الهجوم السابق كان يتعلق بأننا سوف نغير ديل الدولة نحن سوف نلغي مجلس الأعيان وهناك العديد من الاتهامات التي وجهت إلينا وثبت في النهاية أنها هي مجرد ادعاءات ليس لها أي أساس من الواقع أو من القانون اليوم نعم هناك من يقول أن هذه التعديلات الدستورية هي مخالفة للنظام النيابي والأسس التي يقوم عليها النظام النيابي طبعاً أنا بحتم أو أنا بكون سعيد لما أعرف أن هناك متابعة وقراءة للمقترحات التعديلات الدستورية وأن هناك من يتابع ويقرأ ويعلق حقيقة على هذه التعديلات لأننا لا ندعي الكمال نحن اجتهدنا وقدمنا خلاصة توافق أعضاء اللجنة الملكية لكن يبقى الأسلوب في التعبير والكلمات والمصطلحات المستخدمة هي الأساس في إبداء الرأي والتعليق على المقترحات النظام النيابي في الدستور الأردني وهي المادة واحد من الدستور يجب أن نفهم أن عناصر النظام النيابي هي كالآتي واحد وجود رئيس دولة مصون وغير مسؤول وهي المادة 30 من الدستور اثنين أن يكون هناك مجلس النواب منتخب من الشعب لفترة زمنية محددة وهذا وارد في المادة 67 و 68 أن يكون هناك مجلس النواب يمارس صلاحيات فعلية حقيقية أربعة أن يكون الوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب ليس من ضمن أركان النظام النيابي عملية توزير النواب وهذه من النقاط التي كانت تتم الأخذ بها على اللجنة التعديلات الدستورية الدستور الأردني يوم ينص على توزير النواب لكن هذا هو ليس ركن من أركان النظام النيابي هي ممارسة موجودة في بعض الديمقراطيات العربية والغربية وليست موجودة في الدمقراطيات الأخرى هذا النص المادة 52 من الدستور منذ عام 1996 وهو مجامد وهو معطل وهو غير مفعل لم يسبق أن تم توزير نائب يحمل برنامج انتخابي أو يحمل فكر أو تيار حزبي كانت دائما العملية توزير النواب في السابق هي حالات فردية عمل فردي وليس من جاء من أحزاب وبرامج وكتل اللجنة الملكية لتعديل الدستوري اقترحت إلغاء هذه الممارسة وأن لا يكون هناك جمع الهدف من ذلك هو أن يكون هناك استقلالية تعزيز الاستقلالية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لكي نفعل من الرقابر باللمانية على أعمال الحكومة هل هناك دول أخرى عربية تأخذ في هذا النظام الجواب نعم لن أتكلم عن هولندا ولا أتكلم عن بلجيكا ولا أتكلم عن النرويج الأمثلة الأجنبية سأتكلم عن دول عربية ملكية ستتكلم عن المغرب المغرب من الدول البرلمانية الملكية التي تحضر بنص واضح وصريح الجمع ما بين الوظيفة الحكومية والعضوية في مجلس الأمة هذه نقطة النقطة الأخرى التي أتكلم عنها أن هناك في الفقه الدستوري ما يعرف بالعرف المعدل بالإلغاء هناك من يرى بالفقه الدستوري أن إذا كان هناك نص دستوري لا يطبق منذ سنوات فهذا النص ملغي أنا قد لا أكون من أنصار هذا العرف لكنه موجود وهذا رأي موجود نص المادة 52 من الدستور طالما أنها لم تطبق منذ عام 1990 بعض الفقه القانون الدستوري يعتبر أن هذا النص لم يعد لها وجود هذه نقطة موضوع الحصارة البرلمانية وهناك من علق عن الحصارة البرلمانية نعم اللجنة الملكية أوسط واقترحت بتقييد الحصارة البرلمانية لأعضاء مجلس الأمة اليوم النائب لا يوقف ولا يحاكم بمعنى أي مواطن عليه دعوة أو عليه قضية على نائب يجب عليه أن ينتظر إما حل مجلس النواب أو انقضاء الدورة لكي يحاكم النائب باليوم نحن كرجل تعديلات دستورية اقترحنا تضييق هذه الحصارة النيابية على أعضاء مجلس الأمة لتشمل التوقيف دون المحاكمة بمعنى أن النائب وهو على رأس عملي في السلطة التشريعية لا يوقف لكنه يحاكم في القضايا الجزائية لغيته فقط عدم المحاكمة عدم المحاكمة أنا أتكلم عن القضايا الجزائية ولا أتكلم عن القضايا الحقوقية القواعد الإجرائية فيما يتعلق بالقضايا الجزائية لا تشترط أن يمثل المشتكة عليها أمام المحكمة هناك جلسات معينة يحضر بها المشتكة عليها قد تكون جلسة النطق بالحكم أو جلسة تقديم الإفادة الدفاعية فبالتالي لا يجدناك أي تعطيل على أعمال مجلس الأمة المشكلة اليوم في الحصارة البرلمانية في الأردن أنها واسعة مطلقة ومن أطلقها هي المحكمة الدستورية صدر قرار على المحكمة الدستورية اعتبرت أن حصانة النائب والعين مطلقة تشمل جميع الأفعال سواء تعلقت بعمل النيابة أم تتعلق بعمل النيابة حتى تلك الأفعال الجرمية السابقة على اكتساب العضوية وهذا الأمر لا يمكن القبول به لا يمكن أن يعطى هذا النائب مثل هذه الحصانة الواسعة أعود وأقول هل هناك أنظمة ديمقراطية مقارنة عربية تأخذ في هذا النظام الجواب نعم أتكلم عن الدستور المغربي مرة أخرى فأقول أن المادة 64 أخبت مثال كثير لا لا المغرب هي دولة ملكية برلمانية ننظر لها كمثال فيما يتعلق بالتعديلات فيما يتعلق بالحكومة البرلمانية النظامة اللي إحنا منسع لإله ما بدأتكلم عن الدول الأوروبية أخذ المغرب المادة 64 تنص على عدم جواز المتوقيف والملاحقة في الجرائم المتعلقة بإبداء الرأي أما في الأمور الأخرى في الجرائم والذي يرتكبها نائب بالفعل وبالتصرف وبالسلوك هذه لا يستفيد يعني أخذ في هذول الموضوعين أخذت دستور المغربي مثلا ودى ساتير أخرى ودى ساتير أخرى نعم فيما يتعلق بالأغربية المطلوبة لطرح الثقة بالحكومة نعم كان هناك مراجعة لهذه المادة تحديد المادة 53 على واحد من الدستور اليوم بالدستور الحالي عشر نواب بقدموا مذكرة طرح الثقة بالحكومة أو بأحد الوزراء هذا النص من عام 1952 عندما كان عدد النواب محدود وقليل اليوم أنا أتكلم عن 130 نائب مرشح أن يصبح 138 نائب ألا يجب أن يقابله نوع من الجدية في ممارسة العمل الرقابي من مجلس النواب على الحكومة هل تصبح مذكرة طرح الثقة هي أداء غير مجدية بيد مجلس النواب على الحكومة يجب أن نراعي ما بين الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة وأن لا تبقى هذه الرقابة سيف مصلط على الوزراء في السلطة التنفيذية القوانين نعم كانت اللجة الدستورية مع مقترح أن يكون هناك قوانين نوع قوانين جديدة هي قوانين تتعلق بالانتخاب بالأحزاب بالقضاء بالهايئة المستقلة هذه فئة جديدة من القوانين اقترحنا واجتهدنا أن يتم تحصينها بطريقة أن نشطرة أغلبية مطلقة لإقرارها هي أغلبية الثلاثين الهدف في ذلك أن هذه القوانين لها أبعاد سياسية إذا ننظر إلى حزب قادم يشكل حكومة أو يسيطر على البرلمان يجب أن تترك هذه القوانين السياسية لأهواء حزبية معينة فاقترحنا أن نجد ما يعرف بفقه القانون الدستوري القوانين المكملة للدستور وهذه موجودة في كل دستير الدول العربية والأجنبية فقلنا نحن اليوم هذه القوانين سيكون لدينا اليوم قوانين مكملة للدستور هل هذه القوانين أصبح الدستوري؟ الجواب لا نعم هي تشترت نفس الأغلبية المطلوبة لتعديل الدستور لكن يبقى تصديق جلالة الملك عليها تصديق توقيفي إذا رفضها جلالة الملك تعود إلى مجلس الأمة ومجلس الأمة لهم الكلمة العليا إذن قضى عليها ستة أشهر لدى لدن جلالة الملك فهذه القوانين أيضا سارية وتصبح نافذة فنحن لم نرفع من شأن القوانين إلى مستوى الدستور كما قيل وكما اتهمنا قانون الانتخاب نعم أصبح لدينا اليوم شروط للعضوية في مجلس النواب واردة في قانون الانتخاب وشروط واردة في مجلس النواب في الدستور المادة 75 وشروط واردة في القانون الانتخاب وأنا بذكر في المادة 67 من الدستور يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاما وفق أحكام القانون فالدستور الأردني أعطانا الأساس أن يكون هناك إحالة فيما يتعلق بممارسة حق الانتخاب إلى أحكام القانون نعم دي أشكر لك دكتور ليث على هذه الإضاحات سنفتح مزين من الحوار بعد أن تبدأ هذه التعديلات بالولوج إلى مجلس الأمة شكرا مزين لك شاهدين الكرام إلى هنا وصلنا لختام حلقة ليلة من نبض بلد نلتقي غدا تصبحون على الفخير